السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا مشاهدي برنامج في بيتنا المدرسة البرنامج الأفضل والمفضل لديكم ويتجدد اللقاء في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الإسرائيلية في تخصص الكهرباء في حلقة سابقة اتكلمنا عن أنه التاقة الكهربية وتوليد التاقة الكهربية والطيار الكهربي كان بيجينا لحد المنازل إزاي وإزاي كمان بنستخدم الطيار الكهربي في تشغيل الأجهزة المنزلية وخاصة أن غالبية الأجهزة المنزلية بتشتغل على نوع معين من الطيار ألا وهو الطيار المستمر وكمان قلنا أن الطيار المتردد اللي جايلي لحد المنزل عندي من محطة التوليد وشبكات التوزيع بيبقى جاي بطيار متردد بندخله إزاي على الأجهزة بيبقى طيار مستمر قلنا أن الكلام ده بيبقى من خلال دوائر توحيد وخلال كمان الحلقات السابقة كلمنا عن مهمات الوقاية الشخصية اللي بنأكد عليها كل حلقة مهمات الوقاية الشخصية أنه دي من أهم أسباب الوقاية من الصدمات الكهربية أو أنه يحصل لي صدمة كهربية من أهم الأسباب اللي بتقيني زائد الوعي بالنسبة للفني أو ربة المنزل أو أحد أفراد الأسرة أو الطالب في المدارس نهارده إن شاء الله بنكمل سلسلة حلقاتنا وبنتكلم عن طرق ترشيد الطاقة الكهربية طرق ترشيد الطاقة الكهربية عندي إحنا كلنا في المنازل بيبقى عندنا سوء استخدام للطاقة الكهربية طبعا في طفرة كبيرة حصلت في الطاقة الكهربية من خلال بناء المحطات ويعني محطات كهربية محطات بتشتغل بالطاقة الإحفورية أو الطاقة الوقود بتشتغل بالوقود وعندنا كمان يعني خلال حلقتنا هنتكلم عن محطة بنبان اللي هي في أسوان في شمال أسوان محطة الطاقة الشمسية عندنا محطة الرياح توحين الهوى اللي هي مقالات الرياح اللي بتولد لي الطاقة الكهربية عندنا السد العالي عندنا مصادر كتير لتوليد الطاقة فإزاي نرشد الطاقة الكهربية مش معنى إن الدولة قدرت توفر لي الطاقة الكهربية بكميات أو بقدرات عالية تكفي إن إحنا ما يبقاش عصر الظلام اللي إحنا عشناه في فترة معينة اللي هو كانت الكهرباء بتيجي أحيانا كده بنتمنى إن هي تكمل معنا طول اليوم ولكن حصل طفرة كبيرة في الطاقة الكهربية أو في الطاقة الكهربية من خلال بناء المحطات الكتير اللي هي قدرت الدولة دلوقتي في عصرنا الجديد والجمهورية الجديدة قدرت إن هي بقينا نصدر الطاقة الكهربية اللي هي كانت ندرة في أوقات معينة عندنا أول حاجة نتكلم عنها اللي هي ترشيد الطاقة الكهربية ترشيد الطاقة الكهربية في أول جزء عندنا بنتكلم عن اللي هو إغلاق الإنارة الغير مستخدمة كلنا بنقع في مشكلة بتبقى إنه أثناء الوجود في المنزل بيكون تلاقي مثلا في غرف أنت ما بتستخدمهاش بيلاقي إنه الإضاءة شغالة في أحد الغرف وأنت مش مستخدمها أنت قاعد مثلا في غرفة أطفال بيلعبه فكل نور الشقة قايت أحد المنشآت مثلا المنشآت الصناعية بيبقى في مكان شغال أو دور معين في المصنع شغال أو خط إنتاج معين في المصنع شغال بتلاقي إنه كل المصنع الإنارة بتاعته شغالة أو أحد وتلاقي مثلا خط إنتاج مكيناته الفن اللي كان عليها سابها شغالة متوصلة بالكهرباء ومشي كل الأحمال دي أو كل الأحمال اللي هي يعني غير ضرورية بتسبب لي عملية استهلاك طاقة كبيرة وده اللي بيأثر علي شريحة كبيرة من المواطنين بيعانوا من ارتفاع فواتير الكهرباء ويبقى المشكلة إحنا السبب فيها أو أنت كفرض فيه أو مواطن فيه الدولة استرتمت الكهرباء بشكل غير صحيح عملت اتصرفت مع الطاقة الكهربية على إنها خلاص هي بقت عندنا بكسرة بوفرة فإحنا بنتعامل معاها عادي يعني فعادي دي أنت بتدفع فطورة كهرباء وبتدفع وبتعاني من إن الفطورة المبلغ اللي جايلك في فطورة الكهرباء المبلغ كبير السبب إنك من ضمن الأسباب يعني إنك الاستهلاك بتاع الكهرباء أنت استهلكتها استهلاك خاطر فبالتالي بنحتاج يعني لو بصنا على الصورة اللي معانا هنلاقي إن الصورة دي بتبين لي إنه طبعا الدكورات اللي بتبقى معمولة فيه المنازل الصيحة الكبيرة فيه الطاقة الكهربية أو فيه التشطيبات الكهربية أو التمديدات الكهربية خلتني يعني الأول كانت ديكورات بيجي مثلا فنيين الدهانات وفنانين كده يجوا يعملوا ديكورات على الحوائط لا ده النهاردة بيستخدموا الإنارة أو اللمبات في عمل ديكورات على الحوائط تمام بنلاقي مثلا إنه في أحد الطرقات تلاقي إنه بيبقى فيه الأعمدة على الطريق منورة بالنهار يعني في واضح النهار كده نلاقي أعمدة منورة فيه صيحات جديدة فيه التكنولوجيا الكهربية أو التقنيات الكهربية بتخلي الطرق ودي موجودة عندنا هنا في طرق في القاهرة يعني طرق في جمهورية مصر العربية بيبقى فيها التقنيات الجديدة دي اللي هي بمجرد العربيات ما بتدخل على الطريق الطريق نفسه بتبدأ الأعمدة بتاعة الإنارة تنور لحد الطريق أو العربيات ما تنتهي من المكان دو ودي تقنيات موجودة وتقنيات كبيرة بتستخدمها الدول العظمى أو الدول الكبيرة المتقدمة في الحاجات دي بيبقى الهدف منها توفير أو ترشيد استهلاك الكهرباء لأنه خد بالك أنه لو خدت بالك من نقطة معينة لازم تبقى أنت تعرفها أنك تقلل مصبحين أو لمبتين في المنزل أنك تطفيهم لو المصبحين دول قدرة 100 واط فهو بيوفر لك يعني بيوفر لك مبلغ كبير في الفاتورة أو مبلغ مش قليل في الفاتورة اللي هو أنت قللت النهاردة لمبتين في المكان الفلاني فهتقلل برضو لمبتين في الغرفة التانية في المطبخ ما نسيبوش أي طول النهار إحنا منستخدموش الطرقة بتاعت المطبخ والحمام مثلا المصانع الكلام ده كله مش محتاجين الإنارة دي كلها فبالتالي إحنا مش يعني إحنا في غنى عن إن إحنا نسيب الكلام دوت الأعمدة الإنارة في الشارع بص لو بصت معايا كده على الصور هتلاقي إن الأعمدة في واضح النهار فيها الأعمدة شغالة شغالة إنارة يعني في وقت أنت مش محتاجه ونيجي في الأوقات اللي هي الأوقات الظلام أو الأوقات المسائية تلاقي إنه الكهرباء اللي أنت كنت محتاجها اللمبات من كتر تشغيلها أثناء النهار يا إما بازت أو حصل فيها عطلة أو يعني حصل أي مشكلة فبالتالي في الوقت اللي إحنا محتاجين فيه الإنارة مش لقيين الإنارة تمام يبقى ده كده من السبل إن إحنا نرشد الطاقة الكهربية إن إحنا نحافظ على الكلام ده كله استغلال ضوء الشمس الحاجة التانية اللي هي ترشد معايا في الطاقة الكهربية استغلال ضوء الشمس هنا ضوء الشمس دوت أنا لو عندي الغرف بتاعتي أو المنشأة الصناعية أو المول أو السوبر ماركت بتاعي أو الكلام يعني أي مكان بستخدم فيه الطاقة الكهربية لو أنا عاوز أوفر فأنا بستخدم اللي هي النوافذ الشبابيك والأبواب والبلكونات كل منافذ الضوء اللي عندي كل النوافذ اللي عندي أنا لو فتحتها حيدخل لضوء والضوء دوت يعني ممكن بقوة يعني أفضل من 20 أفضل 20 مرة من لمبة أو مصباح بقوة 60 واط يعني ضوء النهار ضوء النهار بيوفر لو أنا هستخدم مثلا مصباح قوته 60 واط لا ده إضاءة النهار أو الإضاءة الربانية اللي بتخشلنا من النوافذ دي هتبقى تضي أفضل 60 مرة من المصباح اللي هو 60 واط وبرضو بكده أكون قدرت أرشد في الطاقة الكهربية وأوفر في الطاقة الكهربية عندي نقطة مهمة تانية اللي هي برضو نقطة مهمة قوي وغالبيتنا بنعملها اللي هي الاستحمام في وقت أقصر الاستحمام في وقت أقصر اللي هو إيه يعني ما نعودش بقى نستحلق المياه الدافية والمياه الدافية دي أنت مشغل إنارة ومشغل سخان واخد بالك فبالتالي أنه طول ما السخان شغال أنت بتسحب منه مياه ساخنة وبيدخل له مياه باردة فبالتالي السخان شغال باستمرار لكن أنت لو السخان اتملأ وخلاص المياه وصلت لضارة الحرارة المناسبة اللي فصل عندها السخان وفصلت السخان على كده خلاص يبقى مش هيشتغل أثناء عملية الاستحمام بتاعتك أو استخدام الماء الدافئ ودي من المخاطر كمان لو رجعنا لموضوع المخاطر هتلاقي أن ده أحد مسببات الصدمات والصعق الكهرابي اللي هو التعامل مع المياه السخان أو التعامل مع المياه الدافئة أثناء عمل السخان ما ينفعش نستخدم السخان أو المياه الدافئة أثناء عمل السخان دي مشكلة كبيرة تمام طيب نيجي بعد كده فصل الإلكترونيات غير المستخدمة الإلكترونيات الغير المستخدمة لو بصنا على الصورة اللي قدامنا هنلاقي أن الصورة دي فيها البتجاز فيها الدفاية الكهرباء دفاية الزيت وفيها الصب السماعات أجهزة الصوت وفيها ميكويف تلاجات مكنسة كمبيوتر مكوة ففيها كل الأجهزة الإلكترونية والتكييف اللي هو الطمق الكبرى اللي هي في استهلاك الطيار الكهرابي هنلاقي أنه كل الأجهزة دي يعني معظمها إذا ما كانش كلها موجودة في المنزل معنا فبيبقى فيه أوقات ما ينفعش أسيب مثلا أنا مش مشغل مش بستخدم التلفزيون دلوقتي أو الشاشة فبالتالي لا شيء للفيشة بتاعتها لأنه طول ما هي بتحملها على الطيار أو رجبة فيه مأخذ الطيار الكهرابي طالما هي متوصلة فهي بتسحب والدليل اللي موجود أن فيه اللمبة الحمراء اللي بتبقى فيه شاشة التلفزيون أو التلفزيون اللمبة الحمراء دي بتدل على أن فيه طيار واصل آه ما بيستهلكش كتير بس فيه جزء من الاستهلاك الدفايات لو هتستخدم الدفاية الدفاية دي بتبقى لها قدرة معينة ولها دارة حرارة معينة خلال مساحة غرفة معينة يعني أنت بتشتريها بتبقى يعني هي مصممة على دارة حرارة معينة داخل الغرفة فدارة الحرارة دي ما شغلش الدفاية وأنا فاتح أبواب الغرفة أو النوافذ ما ينفعش أشغل دفاية وأنا فاتح الباب لأن هي الدفاية مصممة قدرتها على المكان دوة المساحة المخصصة للغرفة تمام التكريف ما ينفعش التكريف يبقى معايا مثلا واحد حصان ويدوب هو على مساحة الغرفة 12 متر مثلا ما ينفعش أفتح الباب علشان يخرج لي على الصالة ما ينفعش لأنه كده هو المحركات بتاعته وقدرته بيحاول يسحب هو فبالتالي حمله بيزيد فبالتالي يأثر لي على قلنا الحمل لما بيزيد إيه اللي بيحصل قلناها قبل كده قلنا لما الحمل بيزيد ضارة حرارة الموصلات بتعلى فلما ضارة حرارة الأسلاك أو الموصلات تعلى إيه اللي بيحصل الورنيش طبقة العزل بتنهار فبالتالي طبقة العزل البلاستيكية بتسيح فبالتالي حصل تلامس في الموصلين وقدى إلى حدوث القصر في الشقة أو في دائرة الكهربية في الشقة تمام؟ يبقى ده بسبب أنه أنا استخدمت استخدام خاطئ للأجهزة المنزلية اللي عندي عندي بعد كده دي برضو صور لأحد الأجهزة المنزلية اللي برضو أنا يعني لابد من فصلها صور للأجهزة لابد من فصل الأجهزة دي ما تفضلش متحملة طول النهار على الكهرباء بحيث أنه يبقى أنا خففت الاستهلاك شوي طيب عندنا هنا هنسيب الجزء ده دلوقتي وهنكلم عن الطاقة النظيفة أو مصادر توليد الطاقة النظيفة اللي عندنا وقلنا أن من مصادر توليد الطاقة النظيفة عندي كان بيبقى عندي كمان قلنا في حلقة سابقة اللي هي الطاقة الشمسية وخلايا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الوضع اللي هي كانت بالسد العالي أو الطاقة المستنتجة من طاقة المياه أو تساقط المياه اللي احنا كنا بنستخدمها في السد العالي أو مصاب السد العالي طيب احنا بنقدر نحصل على الطاقة دي ازاي يا اما الطاقة النظيفة وليس سميناها طاقة نظيفة سمينا الطاقة النظيفة بهذا الاسم او هي اتسمت بالاسم ده لانه ما بينتكش عنها اي غبار او اي عوادم تسبب تلوس للبيئة يعني ما تلاقيش مثلا الواحة الخالية الشمسية على اسطح العمرات او في حقول الطاقة الشمسية او في المحطات الطاقة الشمسية او على الاعمدة اللي موجودة وهنشوف صور ليها موجودة على الاعمدة الكهربية في الشوارع كل عمود عليه لوح خلية شمسية بيولد له طاقة كهربية للعمود ده تمام فما منلاقيش حاجة زي ديات ما منلاقيش اللي هي تربينات الرياح او اللي بنسميها طوحين الهوى اللي بتولد لي الطاقة الكهربية ما بنلاقيهاش بينتج عنها أبخرة أو غازات أو أن هي بينتج عنها أدخنة تسبب تلوث للبيئة ما بنلاقيش الكلام ده عند السد العالي عندنا هو السد العالي دوت يعني بينتج عنه أبخرة وغازات وأدخنة لا طبعا لأنه هي تربينات بتدور بسبب مرور المياه عليها وبالتالي يعني الكلام ده هنتكلم عنه لما نجي نتكلم عن السد برضو ما بيسببش تلوث للطاقة أو للجو المحيط أو للبيئة المحيطة ولو بصنا على الصورة اللي معانا كمان هنلاقي أن هي بتعبر على أن البيئة المستخدم فيها الطاقة النظيفة دي بيئة آمنة وفيها المسطحات الخضرة كتير لأنه عوامل التلوث بتسبب تلوث كبير للجو المحيط بالطاقة الشمسية طيب حاجة هنتكلم عنها ودي طبعا الأسطح العمرات أو المنازل اللي بتستخدم الطاقة الشمسية دي صور لأحد المنازل بيستخدم الطاقة الشمسية دي صورة لطواحين الهوى وأماكن توجدها طبعا مش شرط تكون في البحار ده هي هنا بس يعني أحد الدول طبعا الدول الرائدة في الطواحين الهوى والكلام ده ممكن يستخدموها في البحار ممكن يستخدموها في الصحراء زي عندنا هنا في راس غارب وزعفرانة ودي صور لخلايا شمسية أحد الحقول دي برضو أحد الحقول بيجمع بين الوسيلتين لتوليد الطاقة الكهربية طيب الوسائل دي كلها احنا اتفقنا أن هي بتسبب عملية أمان للبيئة المحيطة ما بتسبب ليش تلوث للبيئة عكس تماما محطات الطاقة الكهربية اللي احنا بنشوفها موجودة في الجمهورية مصر العربية وإحنا عندنا طفرة كبيرة زي ما قلنا في المحطات دي في عدد كبير من المحطات تم إنشاؤه المحطات دي بتبقى عكس محطات الطاقة النظيفة يعني محطات دي بتدور بالطاقة الإحفورية بعضها بيدور بالطاقة الإحفورية يعني الطاقة الإحفورية الديزل بقى مازوت سولر الكلام اللي هي الوقود طاقة وقود يعني عمليات الاحتراق فبالتالي بينتج عنها تلوث للبيئة المحيطة بينتج عنها أدخنة وغازات وأبخرة بتسبب جزء من أو بعض من تلوث البيئة السبب ده خلى إن مصر تكون إن خلى إن جمهورية مصر العربية تاخد القرار في ممثلة في الحكومة والقيادة السياسية إن هي تاخد القرار إن لا إحنا عايزين نتوجه ناخد توجه كبير في الطاقة النظيفة وده اللي شفناه في محطة الطاقة الشمسية في محافظة أسوان في شمال محافظة أسوان محطة بنبان واللي هنتكلم عنها برضو ومعنا نموذج لأحد المهندسيات في المحطة دي إن بتدير المحطة إحنا خلاص يعني جمهورية مصر العربية بتحاول إن هي يحصل تحلل من أو يعني تنفرد كده بإدارة مواردها وإن المهندسة دي أحد المهندسات هي اللي بتدير الموضوع بتدير المنشأة تمام فإحنا الكلام ده هنشوفه يعني لو بصنا على إزدهار الطاقة الكهربية النظيفة في مصر هنلاقي إنه بيزداد انتشار الألواح الشمسية حول العالم لتوليد الطاقة من حرارة الشمس وده بتشير يعني بعض الإحصائيات والأرقام بتشير إلى إنه حوالي 3% من الطاقة الكهربية في العالم بيتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية يعني الأرقام دي إحصائيات حصلت أو إحصيات اتعملت إنه 3% من الطاقة الكهربية اللي تم إنشأها في أو بيتم إنشأها في العالم 3% منها بيتم استنتاجه أو استخراجه من أو توليده من الطاقة الشمسية تمام طيب وعندي كمان في دول الاتحاد الأوروبي بيتم أو بتصل 5% من الطاقة الكهربية تمام كده وعندهم يعني فيه أمل إنه أو تطلعات إنه الطاقة الشمسية دي توصل لنسبة 13% في عام 2030 إنها توصل لـ 13% طيب من الدولة الرائدة في الطاقة الشمسية وإحنا بنحاول في جمهورة مصر العربية إنها نحزو حزو الدول الرائدة في توليد الطاقة النظيفة الصين عندنا هي الدولة الرائدة في توليد الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية من خلال ألواح الطاقة الشمسية عندي دولة الصين في نهاية 2019 كانت بتنتج 192 جيجاوات وده رقم كبير من إنتاجها في الطاقة الكهربية وده بيعادل 380 محطة توليد من المحطات العادية اللي إحنا قلنا عليها المحطات الحرارية اللي بيتولت فيها الطاقة الكهربية عن طريق الوقود تمام؟ يعني شوف الصين مثلا بتنتج 192 جيجاوات تمام كده ده بيعادل إنتاج 380 محطة من المحطات العادية اللي هي بتشتغل بالوقود تمام؟ طيب ألمانيا ألمانيا وصل إنتاجها قده؟ ألمانيا وصل إنتاجها لـ 50 جيجاوات ألمانيا وصل إنتاجها لـ 50 جيجاوات طيب عندي بعد كده في محطة الطاقة الشمسية في بنبان إحنا عندنا خلايا شمسية محطة عندنا محطة بس قبل ما نتكلم عن المحطة هنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية برضو وصل إنتاجها في 2018 لـ 62 جيجاوات اليابان وصل لـ 56 جيجاوات الهند كمان الهند بتحاول إن عندنا فيه في الهند فيه كسافة سكانية عالية فهي بتحاول إن هي تنتج أكبر عدد أو أكبر كمية من أو أكبر عدد كمية من القدرة الكهربية بتنتج 32 جيجاوات وبتخطط إن هي تزود لحد 144 جيجاوات كمان طيب الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية ديت هي بتبقى حل للدول الفقيرة يعني لأنه لأن الطاقة الشمسية تكلفة محطة الطاقة الشمسية ما بتبقاش كبيرة مثل تكلفة محطات الحرارية أو محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالطاقة الإحفرية أو الطاقة الحرارية تمام؟ ما بتبقاش غالية زيها ما بتبقاش تكلفتها عالية فبيبقى أنه بعض الدول الفقيرة أو بعض الدول اللي هي اقتصادياتها مش عالية دول نامية دول صغيرة نامية بتحاول تنمو فبتحاول أن هي في الطاقة الكهربية تعمل اكتفاء ذاتي في الطاقة الكهربية بتلجأ إلى مصادر الطاقة النظيفة اللي هي بتبقى تكلفة إنشاءها للمحطات بتبقى قليلة الكلام دوت بيعتبر أنه التكلفة بتاعتها تكلفة قليلة لأن هي ما بتكلفنيش غير الألواح ومجموعة بطاريات أو البطاريات اللي بيتم تخزين فيها الطاقة والجزء الخاص بتحويل الطيار المتولد أو الطاقة الكهربية المتولدة من الطاقة الشمسية لأنه خد بالك لازم تبقى عارف أنه الطاقة الشمسية بما أننا تكلمنا في حلقة سابقة عن أنواع الطيار وقلنا أنه كان عندي نوعين من الطيار متردد وطيار مستمر هنا برضو أنت لازم تبقى عارف الطاقة الشمسية أو الألواح الطاقة الشمسية هتولد لك الطيار أو هتنتج الطيار الكهرابي متردد ولا مستمر لا ده هنا بقى هي بتنتج الطيار طيار مستمر وبالتالي بيطلع من الخلية طيار مستمر بيدخل على حاجة اسمها العواكس العواكس دي أو الكونفيرتر بتتعمل إيه بقى العواكس العواكس دي بتاخد الطيار المستمر ودي الحاجة الوحيدة اللي بتحول الطيار المستمر بل طيار متردد ودي بنقولها المعلومة دي بنقولها لولدنا في التعليم الفني في قسم الكهرباء خد بالك أن دي موجودة عندك في مادة الإلكترونيات القوة في الجزء الخاص بالعواكس تمام؟ ده العكس ده بيعمل إيه؟ بياخد الطيار المستمر من الواحة الطاقة الشمسية أو من الخلية بعد توليده ياخده من الخلية بياخد الطيار الكهرابي أو الجهد الكهرابي اللي تم توليده بيبقى 12 فولت 24 فولت بس طيار مستمر تمام كده؟ يخش على العواكس يتحول من 12 فولت لـ 220 فولت ولكن طيار متردد تمام؟ يبقى كده بقى جاهز أنه أستخدمه في المنزل تمام؟ كده بقى الطيار الكهرابي اللي جايلي من الخلية الشمسية أقدر استخدمه ولكن ما ينفعش أخذ مباشرة من الخلية الشمسية لابد أنه مكونات الوحدة أو مكونات الوحدة الطاقة الشمسية هي ما بتتكونش من الألواح اللي احنا بنشوفها في الصور اللي قدامنا دي يعني مش هي دي بس الخلية الشمسية ده وحدة الخلية الشمسية تتكون من الألواح الطاقة الشمسية وكمان العاكس أو العواكس اللي موجودة معها وكمان البطاريات تمام كده؟ فبياخد الطيار المستمر بيدخل على البطاريات يشحنها والعواكس دي تاخد من البطاريات تبدأ تحول من طيار مستمر كان جهده 12 فولت تخليه 220 لو بتاخد الـ 24 فولت تطلعهم 380 وبكده أقدر أغزي الأحمال اللي عندي موجودة في البيت وخاصة أن احنا عرفنا وتعلمنا أن الطيار اللي موجود في المنزل هو طيار متردد الاستفادة من أسطح المنازل هل أنا دلوقتي أقدر أستفيد من أسطح المنازل في توليد الطاقة الكهربية؟ بالطبع أن أنا أقدر أستفيد من الطاقة الكهربية أو الخلية الشمسية وأقدر أعمل نظام خلية شمسية فوق سطح المنزل عندي وكمان أقدر من خلاله أغزي الأحمال عندي في المنزل طيب ما فيه طاقة بتبقى باقية فيه مشاريع اتعمل في جمهورية مصر العربية وفيه مبادرات اتعمل في جمهورية مصر العربية والمبادرات دي فيه منها في اسكندرية في محافظة الإسكندرية وتم التعامل أو التعاقد بين العمارات المشغالة بالطاقة الشمسية وقدروا أنهم يعملوا حاجة كويسة قوي اللي هو بدل أنا ما كنت بعاني أنا كمستهلك للطاقة الكهربية أنا كأحد أفراد الجمهورية أو مواطن فيه جمهورية مصر العربية كنت مثلا شايف أنه الطاقة الكهربية بتجيلي الفاتورة عالية فبالتالي أنا فكرت خارج الصندوق شوية هو أنا ليه ما أعملش أنا الكهربى لنفسي وما أتفعش فواتير طب لأ كمان أنا ممكن أفكر في إيه ده الباقي من توليد الطاقة الكهربية اللي أنا هنتجه بنفسي تمام أقدر أدخله على الأعمدة الإنارة اللي في الشوارع تمام كده وأغزيه لشبكة الكهربى كمان أبقى أنا مصدر من مصادر توليد الطاقة الكهربية لشبكة الكهربى للجمهورية للدولة أيوة أقدر أعمل كده ودي مشاريع عملت ومبادرات عملت في محافظة الإسكندرية وأكيد في محافظات تانية بس ده بنقول إن ده مثال حي أحد الشركات المأولات عملت الموضوع ده الأسنصير الأحمال الشقة العمارة بالكامل الأسنصير بشقة بأحمالها بإنارة سلم بإنارة أمام العمارات مساءل كل ده شغال بالطاقة الشمسية طيب المتبقي من الخلية أو من قدرة الطاقة الشمسية أو من قدرة الطيار المنتج أو الطاقة الكهربية المتولدة المتبقي عمل فيه إيه بقى يصدره أو يسلمه لخط النقل اللي موجود فيه المنطقة أو شبكة الكهربى وبيتحاسب عليه هو أصبح أنه هو تكلفته في الأول هو كلف بناء الخلية أو وحدة الطاقة الشمسية هو كلف على بناءها في الأول التكلفة بتاعتها وقلنا مش غالية قوي إن أنا أقدر أعمل طاقة شمسية التكلفة مش غالية مش زي محطات الكهرباء يعني فهو التكلفة اللي كلفها في الأول بعد كده بدأ يخش على إيه؟ إنه هو يستقبل العائد بتاعه يعني ممكن يقدر يعود تكلفة بناءه لمحطة الطاقة الشمسية من خلال باقي أو المتبقي من القدرة الكهربية المتولدة من محطات الطاقة الشمسية أو الوحدة الطاقة الشمسية اللي هو عملها في قبيته اللي هي متمثلة بقت محطة فالمتبقي منها اللي سلبه لشبكة الكهرباء هو بيقدر ياخد المقابل منها وده مثال حي موجود قدامنا طيب هل في وزارة الطيران أو شركات الطيران على مستوى العالم قدروا إنهم يستغلوا موضوع الطاقة الشمسية وتبقى الطائرات أو الطائرات بتدور بطاقة نظيفة بدل الوقود اللي كان مستخدم في المحركات في إدارة محركات الطائرات بالفعل في طائرات أو في أحد الدول كان عندي الطائرة بمسمى Solar Impulse الطائرة دي تقدروا إنهم يتكلموا عن فكرة إن ليه الطائرة هي طول النهار في الإضاءة في الضوء في الشمس في دارة حرارة ليه ما نستخدمش الطاقة الحرارية في إننا نعمل نقدر نخلي الطائرات تدور أو تطير بالطاقة النظيفة أو بالطاقة الشمسية اللي موجودة عندنا وده كان سبب إنه يقوموا بتصنيع الطائرة اللي هي Solar Impulse التي تعمل بالطاقة الشمسية ودي حلقت حول العالم معتمدة على الطاقة الشمسية يعني قدرت إن هي تحلق حول العالم بالطاقة الشمسية ودي اعتمرت على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتم الترويج لها بطيرانها حول العالم كانت عملية ترويج للفكرة اللي قدامنا طيب السد العالي السد العالي أحد المصادر اللي موجودة عندنا في توليد الطاقة الكهربية وكمان عندي في طريقة توليد الطاقة الكهربية ودي صورة بتوضح لي إنه المياه وهي خارجة من أحد البوابات والبوابة دي بيبقى فيها طبعا كل بوابة من البوابات بيبقى فيها أحد التربينات اللي بتسبب توليد الطاقة الكهربية ومن خلالها الطاقة الكهربية بتطلع على محطة الكهرباء اللي هي محطة السد العالي اللي موجودة بجوار السد ويبدأ من خلالها يوزع الطاقة الكهربية ودي صور بتوضح جسم السد بالكامل وهنا برضو بتوضح لي إنه عملية خروج المياه وهي مندفعة في لحظة توليد الطاقة الكهربية طيب وده كده عملية تنفيذ الطاقة الواحي الطاقة الشمسية الصورة دي صورة حية من محطة بنبان أو صورة على واقع العمل في محطة بنبان في شمال أسوان بحيث إن هي دي محطة أكبر محطة يعني متوقع خلال الانتهاء من إنشاءها بالكامل أو الانتهاء منها بالكامل إن هي تكون أكبر محطة توليد طاقة كهربية نظيفة على مستوى العالم يعني محطة بنبان هي مخطة لها إن هي تكون أكبر محطة توليد طاقة كهربية نظيفة المخطة بتاعها كده على مستوى العالم تمام؟ دي محطة بنفخر إن إحنا يكون عندنا محطة توليد كهرباء أو محطة طاقة كهربية كبيرة زي دي على بساحة شاسعة في شمال أسوان في قرية بنبان وهي المحطة دي مجموعة من المحطات الشمسية بتضم 32 محطة أو 32 محطة شمسية تمام؟ يعني حتى الصور اللي معانا دي من واقع من المحطة نفسها بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات دخل منها في الخدمة حتى الآن 17 محطة خد بالك إحنا قلنا مقرر إنه يبقى 32 محطة يعني محطة بنبان دي بتشتمل جواها على 32 محطة اللي 32 محطة دول دخل منهم في الخدمة 17 محطة بإجمالي 830 ميجاوات مستهدف دخول 15 محطة أخرى للتشغيل الفعلي يعني إحنا يعني 20-30 تكون خلصت المحطة بالكامل وبالتالي وقتها هتبقى أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بتبلغ تكلفة المشروع ملياري دولار شارك في إنشاء المحطة في المحطة بنبان دي 32 شركة وحصل المشروع على جائزة البنك الدولي كأكثر المشاريع تميزا طب هي فين بالزبط المحطة دي؟ بالزبط تحديدا محطة بنبان بتقع على بعد 35 كيلو شمال محافظة أسوان في قرية قرية اسمها قرية بنبان دي يعني وقت الانتهاء من المحطة هتبقى زي ما قلنا الأكبر على مستوى العالم طيب هل مصر تفوقت جمهورية مصر العربية؟ هل تفوقت في إنتاج الطاقة الكهربية النظيفة؟ يعني إحنا عندنا محطات كهربية حرارية وعندنا محطات رياح وعندنا محطات الطاقة الشمسية وعندنا المعجزة السد العالي لأنه كان وقت إنشاؤه كان عمل ضخم وكان إنجاز كبير للسد العالي اللي كان الهدف منه أنه هو الحفاظ على مياه النيل اللي كانت بتسبب الفيضانات والغرق مساحات شاسعة من الأراضي وكانت بتسبب كمان مشكلة كبيرة اللي هي إنه كان عندنا محاصيل موسمية بسبب ندرة المياه وقلة المياه دلوقتي السد العالي قدر يوفر لي المياه على مدار العام إن أنا يبقى عندي المحاصيل اللي خلتني كمان دخلت فيه طفرة كبيرة في عملية الزراعة وعملية تصدير المحاصيل الزراعية كان من أهم الأسباب اللي قدرت توصلني للمرحلة دي هو السد العالي اللي ساعد معايا في الطفرة الزراعية اللي حصل بيقول لي أو إن إحنا من خلال الكلام ده كله لقينا إن تفوقت مصر على المعدلات العالمية في تنمية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لتصل معدلات الزيادة في مصر لإنتاج مشروعات الشمس والرياح أكتر من عشر أضعاف الزيادة العالمية التي بلغت أربع أضعاف في عشر سنوات باستثمارات بلغت 2 تريليون و600 مليار دولار ووصلت إلى 1650 جيجاوات وده عدد أو رقم كبير في القدرة ورقم كبير في المبالغ في الفلوس كمان يعني الرقم اللي إحنا قلناه 2 تريليون و600 مليار دولار ده رقم مش هين على الدولة وخاصة الدولة طلعة بتنمو وفي طفرة كبيرة اللي بتحصل فالطفرة دي مش في الكهرباء بس يعني إحنا شايفينها مش في مجال الكهرباء بس لا بالعكس إحنا بنقول إنه فيه في الطرق والكباري في الزراعة في الإسكان في الكهرباء يعني بشتى الطرق أو منين ما هندور في أي استثمار أو في أي جهة أو أي هيئة إحنا فيه طفرة بتحصل فيها الكلام ده ما اقتصرش على الطرق والكباري أو على الإسكان والتعمير لا ده هو دخل فيه الكهرباء والدولة دخلة بتقلي كبير فيه عملية توليد الطاقة الكهربية وكمان فيه مساعي كبيرة إن إحنا لعملية تصدير الطاقة الكهربية وده بنشوفه من خلال الزيارات الأخيرة لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الزيارات الأخيرة من ضمن المحاور اللي بيتناقشوا عليها هي عمليات تصدير الكهرباء تمام ورقم 1650 جيجاوات ده ده رقم في القدرة مش شوية مش هاين يعني طيب محطات الطاقة الشمسية دي موجودة عندنا فين في مصر لو شفنا محطات الطاقة الشمسية اللي موجودة عندنا في مصر هنلاقي محطة المعادي للطاقة الشمسية محطة بنبان للطاقة الشمسية محطة كومومبو للطاقة الشمسية دي كده مجموعة من المحطات اللي موجودة المحطات الكهربية المحطات الطاقة الشمسية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية طيب نبص مع بعض كده على الصورة اللي جاية دي ودي أنا في بداية الحلقة قلت لكم أنه جمهورية مصر العربية دلوقتي دخلت في غمار أو دخلت في مارسون اللي هو نتخلى عن القيادات الأجنبية في مشاريعنا أو عن الإدارة الأجنبية في المشاريع بتاعتنا مشاريع الطاقة الكهربية ودي أحد المهندسات في محطة بنبان محطة الطاقة الكهربية في الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربية في بنبان المهندسة اللي قدامنا دي خريجة جمعة أسوان اسمها زينب رمضان تخرجت في عام 2017 ودي أنا من وجهة نظري وأعتقد من وجهة نظر الجميع هي مثال مشرف وفخر لكل بنات جمهورية مصر العربية وأنه محدش يقول أنا طموحي وقف لحد كده أنا تخرجت وعملت اللي علي مش لاقي الشغل فهي يعني لما جالها الشغل بتاعها في محطة بنبان قدرت إن هي تشتغل في المحطة وقدرت إن هي من خلال العزيمة والإصرار بتاعها إنه تقدر تدير الشفت بتاعها أو وقت العمل بتاعها تبقى هي مديرة الشفت بتاعها أو فترة العمل اللي هي ولياكم مثلا بتبقى 8 ساعات هي المسؤولة عن إدارة المحطة كإشراف هندسي في محطة بنبان ولو تكلمنا عنها كمان أو حبنا نعظم منها كمان ده احنا هنلاقي إنه كان فيه المؤتمر الوطني السابع للشباب برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض جلسة وفيلم تسجيلي عن محطة بنبان وذكر فيه اسم المهندسة زينب وتم تكريمها على إنها مهندسة وكل الصحف تكلمت عنها طبعا والمواقع الإخبارية تكلمت عنها على أساس إن هي بنت في السن ده أو فتاة في السن ده تقدر تدير مشروع ضخم زي دوت وكمان أشادوا بالدولة اللي اعتمدت على أولادها يعني هنا نقطة مهمة قوي تخليني أرجع ليه أبنائنا في التعليم الفني وكمان حتى لو هذه الفتاة أو المهندسة طبعا حتى لو هي مش حريجة تعليم فني اللي هو صناعي لو هي كانت سنوية عامة ودخلت كلية هندسة فهي درست التعليم الفني في الهندسة برضو فده يخليك أنت كطالب تعليم فني ما تكسلش دايما ما تحسش إنه لا أنا يعني طموحي يوقف لحد كده أنا هوصل لحد فين لا قدامك هو مثال تقدر تخليه مثال تحتزي به وتوصل لأعلى المراتب فيه إن شاء الله طيب الجزء اللي عايزين نتكلم فيه تاني مميزات الطاقة الكهربية النظيفة مميزات الطاقة الكهربية النظيفة عندي دي إن هي آمنة ومضمونة وموثوقة ولا تحتاج إلى صيانة يعني إيه يعني أول حاجة عندي قلنا آمنة ومضمونة وموثوقة ولا تحتاج إلى صيانة الواحي الخالية الشمسية اللي عندي بتبقى يعني ما بتحتاجش صيانة كتير لأنها ما فيهاش أجزاء دورة مش زي المحركات أو مش زي المولدات اللي موجودة أو التربينات اللي موجودة في السد العالي مش زي التربينات اللي موجودة في طواحين الهوى مش زي التربينات اللي موجودة في محطات الحرارية لا ما بتحتاجش صيانة باستمرار آمنة يعني ما بيحصلش فيها تسريب كتير أو ما بيحصلش فيها عملية اللي هو طيار الخطأ أو التصرب لطيار في الجسم الخلية موثوقة ومضمونة يعني أنه طول النهار الشمس طلع وإحنا طبعا جمهورية مصر العربية بتتمارز بشمسها الجميلة ومحافظة أسوان بالأخص وعايز أقول حاجة أنه اختيار مكان المحطة في أسوان كان تم اختياره بناء على وكالة ناسا وترشيحات وكالة ناسا أو أبحاث لوكالة ناسا عن المنطقة دي تم استغلال الأبحاث دي من جمهورية مصر العربية وتم الاستعانة بيها وقدروا أنه هم يقوموا ببناء المحطة وخاصة أنه استغلوا المناخ في محافظة أسوان والبيئة المسطحة في محافظة أسوان وقدروا أنه هم يعملوا خلية الطاقة الشمسية اللي موجودة في أو محطة الطاقة الشمسية اللي موجودة في أسوان رقم اتنين رقم اتنين فعالة ومجدية واقتصادية للإنارة أو لإنارة المناطق النائية دي يعني لو تفتكر احنا قلنا أنه بتبقى حل في المناطق النائية أنه يكون أقدر أمد بالطاقة الكهربية من خلال محطات الطاقة الشمسية وخاصة أنه في بعض المناطق بعض القرى النائية في مناطق صحراوية في مناطق في وسط الجبال أو في مناطق بعيدة عن المناطق العمرانية صعب أنه أنا أمد لهم الكهرباء مش هيبقى صعب اللي هو ماينفعش أعملها أو ماقدرش أعملها فيش حاجة صعبة طبعاً ولكن التكلفة يعني كل المشاريع دي بتقوم على التكلفة أو من ضمن حساباتها بيبقى عاملين حساب التكلفة دايماً بيبقوا عاملين عامل التكلفة عامل مهم على إنشاء المحطات فبالتالي تكلفة المحطات الشمسية زي ما قلنا تكلفة الطاقة أو المحطة نفسها بتبقى تكلفتها قليلة وبالتالي يعني بيبقى بناء المحطة سهل فمن روح بتيجي الدولة أو الهيئة أو شركة الكهرباء أو وزارة الكهرباء بتيجي تعمل إيه؟ بتيجي تروح تعمل المحطة في المنطقة النائية وتمد المنطقة النائية ديه بالكهرباء بيبقى التكلفة قلت ما عملناش تلوث بسبب الطاقة الحرارية اللي بتدير بعض المحطات الطاقة الكهرباء وكمان قدرنا إن هي في مكان قليل أو في مكان صغير ممكن يبقى على أسطح المنازل ممكن يبقى في حقل خاص بيها بيبقى نعمل خلية الطاقة الشمسية دي طيب رقم ثلاثة إيه؟ رقم ثلاثة مرنة يعني إيه مرنة؟ يمكن زيادة حجم نظام الخلية الشمسية يعني زي ما قلنا على محطة بنبان إن إحنا قلنا عليها إنه هي 32 محطة دخل الخدمة فيها 17 فمعنى كده إنه هم سايبين مساحة كبيرة من الأرض مساحة شاسعة من الأرض للتوسعات المستقبلية وده أهم حاجة يعني في كل حاجة أنت بتعملها لازم تعمل حساب أو إنشاءات سواء أنت بتبني عمارة سواء أنت بتأسس الكهرباء لشقة أو لمنشقة صناعية لازم تكون عامل حساب التوسعات المستقبلية علشان طبيعة الأحمال الأحمال بتزيد طبعا في الطاقة عملية استخدام الطاقة الشمسية الأحمال بتزيد عليها وخاصة أنه التوسعات العمرانية الكبيرة اللي بتحصل والزحف على المناطق الصحرائية دلوقتي وتوجه الدولة في إنها تعمر الصحراء سواء بمناطق صالحة إنها يتزرع فيها أو مناطق العاصمة الإدارية والمشاريع الإسكان اللي بتعملها الدولة بتحاول تسحب التكدسات اللي موجودة في الدولة بتوديها في الصحراء فبالتالي لازم تأمن احتياجات المناطق دي فلما الدولة هتأسس منطقة أو حقل الخلية الشمسية أو محطة الطاقة الشمسية هتأسسها بناء على المنطقة السكنية اللي هي عملتها ولكن بعد كده بيبدأ الزحف العمراني تجاه المناطق الجديدة علشان يحصل فراغ فيه الإزدحام اللي موجود فيه داخل العواصم اللي موجودة داخل الجمهورية أو المدن الداخل الجمهورية فبالتالي بيحصل زحف عمراني ناحيتها وبناء عليه المحطة الطاقة الشمسية أو المحطة الكهربية اللي كانت بتمد المنطقة دي بالطاقة الكهربية أصبح إنها غير قادرة على الإمداد التوسع على إمداد التوسع اللي حصل الإمداد التوسع العمراني اللي حصل فيه المنطقة السكانية وبناء عليه كمان بيسبب إنه لازم يحصل توسع فيه المحطة وبالتالي يبدأوا يزودوا عدد الخلايا أو عدد المحطات اللي موجودة وده اللي شفناه في محطة بنبان زي ما قلنا دخل 17 محطة الخدمة وباقي متبقي 15 محطة متبقيين على انتهاء من إنشاءهم ودخلهم في الخدمة رقم 4 إنارة المناطق المعزولة عن الشبكة ودي برضو بترجعنا للنقطة السابقة اللي هي النقطة الرقم 3 اللي هي هو هنا بيكلمني عن مناطق معزولة عن الشبكة المحطة الكهرباء اللي تم إنشاءها في جمهوريات مصر العربية محطات الكهرباء اللي موجودة اللي تم إنشاءها دي كانت بيفضل أو يعني يعني بيتم إنشاءها بالقرب يعني هي مش شرطة تبقى داخل الرقعة السكانية ده بيتم إنشاءها بالقرب من الرقعات السكانية أو المدن بحيث إن تكلفة نقل الطاقة الكهربية المتولدة ما تكونش كبيرة يعني أنا لما هنقل الطاقة الكهربية من محطة التوليد لأماكن المستهلكين والمنشآت الصناعية هحتاج زي ما قلنا في حلقات سابقة اللي تكلمنا فيها على خطوط النقل هحتاج أبراج هوائية أو إن أنا أنقل بكابلات أرضية وفي النص كده في الطريق والكابل ماشي أو خط النقل ماشي هحتاج محطة توزيع عشان تبدأ توزع لي الطاقة الكهربية وكمان هحتاج محولات كهربية علشان الفقد اللي حصل في الطاقة الكهربية خلال سير الخط النقل بحتاج أرفع أو أخفض الطاقة الكهربية للمنشآت أو للمنطقة السكنية اللي أنا حبدأ أغزيها بالطاقة الكهربية طيب ده كده مناطق إن أنا فيها أعمدة لو تلاحظ الأعمدة هنا كل عمود عليه لوح من ألواح الخلية الشمسية اللي موجودة فبالتالي أقدر أنور بيها الطرقات أو بدل ما كنت معتمد على الطاقة الكهربية من محطات التوليد الحرارية وهنا بيضمن لي عدم تشغيل يعني بيبقى معاها تقنية كهربية كده بتحاول اللي هي أو بتمكنني إن الأعمدة دي ما يبقاش لها إنارة أثناء في طوال اليوم أو طوال النهار زي ما بنشوف في بعض الأعمدة الكهربية بيبقى العمود إحنا بنشوفه على الطريق بيبقى إيه؟ ممكن تلاقي العمود على الطريق كده منور وقت الظهيرة بعد الظهر في أي وقت من النهار وده من مسببات الفقد في القدرة أو إهضار الطاقة الكهربية اللي احنا بنعاني منه واللي بسببه تم إنشاء المحطات الكبيرة وحدوث الطفلة الكبيرة في الطاقة الكهربية خلال حلقتنا اتكلمنا عن الطاقة النظيفة وقلنا إحنا عندنا مصادر من الطاقة النظيفة وقلنا وضع جمهورية مصر العربية من مصادر الطاقة النظيفة وأنها بتحتل مكانة مرموقة في مكانة عالية في توليد الطاقة الكهربية النظيفة وقلنا أن مصادر الطاقة النظيفة عندنا يا إما حقول الرياح أو طواحين الهوى اللي بنسميها طواحين الهوى يا إما عندنا محطات الطاقة الشمسية وضربنا مثال عندنا أهم من محطات الطاقة الشمسية الموجودة محطة بنبان في شمال أسوان محطة المعادي محطة كومومبو للطاقة الشمسية دولت أهم ثلاث محطات للطاقة الشمسية بيولدوني قدرة عدد من القدرة أو كمية من القدرة الكهربية عدد لا يستهام به برضو بحيث أنه نقدر تساعد معانا في توليد الطاقة الكهربية ونبقى قادرين نمشي في مصار توليد الطاقة الكهربية النظيفة تمام؟ قلنا أنه إزاي الطاقة الكهربية بتتولد من الخليات الشمسية بتروح على البطاريات تشحن البطاريات البطارية بيطلع منها الطيار الكهربية على حاجة اللي هو جهاز إلكتروني اللي هو العاكس والعاكس ده بيقوم بتحويل الطيار المستمر من البطارية أو اللي تم توليده من الخلية الشمسية بيحوله لطيار متردد أقدر أستخدمه في المنازل والمنشآت الصناعية وإنارة الشوارع وبكده نكون أنهينا حلقتنا ومستمرين معاكم في سلسلة حلقتنا الإسرائيلية عن الكهرباء والطاقة الكهربية في جمهورية مصر العربية تمنياتي لحضراتكم جميعاً حضراتكم نتمنى دوام الصحة والتوفيق بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته